مساء الخير الأسهم الأمريكية بدأت تعاملات اليوم على ارتفاع وما زالت مرتفعة مؤشر داو جونز الأسهم الصناعية قود الارتفاعات فيه سهم شركة بوينج الأمريكية لصناع الطائرات بعد أن أعلنت الشركة عن زيادة الانتاج من الطائرة بوينج 737 نظرا لزيادة الطلب على هذا النوع من الطائرات سهم بوينج مرتفع حوالي 2.7% اليوم أيضا الصين أعلنت أنها زادت من الكمية التي تمتلكها من سندات الخزانة الأمريكية المبلغ وصل إلى 900.2 مليار دولار وهو الأعلى مستوى منذ نوفمبر هذا هو قياس شهر إبريل مؤشر إحساس أو مشاعر شركات البناء تجاه السوق انخفض بعد انتهاء التسهيلات الضريبية في آخر شهر إبريل الماضي والتي كانت تعطي للمشترين الجدد للمنازل تسهيلات وعفاءات ضريبية سعر البترول مرتفع اليوم سعر برميل الخام الخفيف في برصة نيويورك للسلع وصل إلى 76.37 دولار الارتفاع دولار 27 سنت السبب هو الانتاج في أسواق المال العالمية والنظرة الإيجابية لتعافية لإقتصاد العالمي مما يعني زيادة الطلب على الخام أيضا انخفاض الدولار سبب من أسباب ارتفاع سعر البترول نظرا للعلاقة الأكسية بين سعر البترول وأسعر السلع والمعادم بشكل عام وسعر الدولار الأمريكي سعر الذهب أيضا مرتفع اليوم إلى 1228 دولار للأقية لارتفاع بسيط 3.60 دولار المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية الآن وبعد حوالي ساعتين من بداية جلسة التداول كلها مرتفعة ناس داك للأسهم التكنولوجيا مرتفعة بنسبة 1.3% مؤشر داو جونز الأسهم الصناعية مرتفعة بنسبة 0.9% مؤشر ستاندرد أنبورز 500 العام أيضا مرتفعة ضم عدد كبير من أسهم البنوك في آسيا أنهت معظم أسواق المال الرئيسية تعاملات اليوم دون تغيير يذكر في اليابان ارتفع مؤشر نيكي في برصة توكيو بنسبة 0.08% في برصة هونج كونج ارتفع أيضا مؤشر هانج سينج ولكن بمقدار 10 نقاط فقط بعد موجة بيع في نهاية جلسة التداول برصة شنغهاي مغلقة لليوم الثاني على التوالي بسبب عطلة رسمية في البلاد في أوروبا تذبذبت المؤشرات الرئيسية في البرصات النتيجة تباين البيانات أو المعطيات التي تؤثر على السوق أصدر إعلان الحكومة البريطانية عن خفض التوقعات بالنسبة للنمو الاقتصادي سلبا على الأسواق كما تراجع اليورو في بداية جلسة التداول قليلا أمام مليون اليابانية والدولار لكنه عاد الآن وبدأ في الارتفاع اليورو دولار وأكثر من 23 سنة بقليل تأثير خفض مؤسسة موديز لتقييم اليونان كان له أثر سلبي على السوق بعد أن كانت ستاندرد أمبورز العالمية أيضا خفضت تقييم اليونان للشك في قدرتها على سداد الديون بهذا تنتعلم بالاقتصادية في هذه النشرة